يا جماعة نهى النبي عن نقرة الغراب في الصلاة ونهى النبي عن شرب الماء واقفا النهي نهي تنزيح وليس للتحريم لأنه ثبت عن النبي أنه شرب الماء وهو واقفا نهى النبي عن التحريش بين الحيوانات مثلا الجيب ديكين يدخلينه يتقاتل ويبلشوا ببعض نهى النبي عن صيام يوم الجمعة منفردة نهى النبي عن الصلاة بالمقبرة والحمام نهى النبي الرجل أن يلبس اللون المعصفر اللون المصبوغ بالعصفر البرتقالي الفاقع وكذا الذهب والحرير نهى النبي عن الأكل والشرب باليسار نهى النبي عن أكل لحم الجلالة هي التي تعيش على المجاري والقاذورات المفروض أنه أنت تحبسها بمكان نظيف والطعميها أكل نظيف لمدة ثلاثة أيام حتى يطر ما في بطنها نهى النبي عن عسب الفحل مثلا عندك بقرة أخذتها عند واحد عنده ثور يلقعها ويأخذ أجاره نهى النبي عن عسب الفحل نهى النبي عن المشي بالنعل الواحد نهى النبي عن النظر إلى الأعلى في الصلاة نهى النبي عن الاستنجاء باليد اليمنى نهى النبي عن كل مسكر نهى النبي عن أكل الطعام الساخن حتى يذهب فوره نهى النبي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى النبي عن نكاح المتعة ولحم الحمر الآلية ونهى النبي عن افتراش الذراعين في السجود كافتراش الكلب ونهى النبي عن كي الجلد بالنار إلا للضرورة ونهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ونهى النبي عن ترك النار موقدة عند النوم ونهى النبي البول في الماء الراكد ونهى النبي عن الاتكاء على اليد الاسراء في الصلاة ونهى النبي الوصال في الصيام يعني صيام الدهر ونهى النبي عن سب الدهر ونهى النبي الدعاء على النفس والمال والولد ونهى النبي عن كف الثوب والشعر في الصلاة للرجل ونهى النبي عن أكل لحم كل ذائناب من سباع وكل ذي مخلب من الطير ونهى النبي عن النوم على السطح إذا ما فيه سور أو جدار حتى لا تقع وتهلك نفسك ونهى النبي عن الإرفاء للرجل هو المبالغة في الزينة إضيع وقته هو عم يجمل بحاله نهى النبي عن إلقاء السلام على اليهود والنصارى لكن بأي صيغة غير السلام تجوز نهى النبي عن الصلاة في الثوب الواحد للرجل ونهى النبي المرأة أن تحلق شعرها عند المصيبة هذا والله أعلم سلام عليكم